السلام عليكم اهلا بكم في المحاضرة الثالثة من الكورس بتاع understanding linux المحاضرة اللي فاتت احنا ماخدناش اي command مجرد تعاملنا مع شفنا ال file structure بتاع linux وتشوفنا كوهذا folder اللي لهم special role في linux المحاضرة اللي احنا نبتدي نتعامل مع basic file management commands ازاي نcopy files and directories ازاي نموفهم ندليتهم نشوهم وهكذا النهاردة هيبقى الشرح الى حد ما بالتفصيل شوية عشان دي اول مرة نبتدي نرية commands وكذا مع مرور الوقت هنلاقي ان الشرح بقى اسرع شوية علشان كده محاضرة النهاردة هنلاقيها طويلة شوية ياريت لو انتو بتتفرجوا على المحاضرة هتبفاتحين من linux window جنبكو وبحيث ان كل ما تاخد حاجة command جديد او استخدام جديد لل command يبوز المحاضرة ويبوز المحاضرة هي دي الطريقة الوحيدة اللى انت تقدر تتعود على commands دى وعلى استخدامها مام احسيت ان انا بشرحه ان command دى سهل وبسيط مش هتعرف فعلا التعامل معي غير لو جررته بنفسك ارجو نكون المحاضرة مفيدة ويكون نبتدي مع بعض في الكماند لين انترفيس ويبقى البداية موافقة ان شاء الله يبقى التايتل بتاع محاضرة النهاردة basic concepts and commands هنبتدي نتكلم اول حاجة عن files and file names هلاقي ان اللينكس بيديني flexibility كبيرة جدا في اختياري للفايل نيمس معنى ان انا ممكن احط اي character في الاسم فشايفين مثلا الفايلات الاسمية الغريبة ديت مسموحة يعني ممكن احط ان شايفين question mark او hashes او asterix بس طبعا it's not recommended ان انا استخدم special characters ديت جوا الفايل نيم بتاعي يعني الينكس will allow it بس it's not a good idea برضو الينكس will allow it ان انا استخدم spaces جوا الفايل نيم بتاعتي بس it's not recommended ان انا استخدم space يفضل لو استخدم underscore او dashes بدل للspace الفايل نيمس او case sensitive طبعا لما بقول file names انا قضي file names او directory names نفس the rules apply عليهم الاثنين they are case sensitive بمعنى ان انا الاثنين test results و test results اللي قدامي دول اختلاف capital T من small t بيخليهم ل two different names ممكن يبقى تنين files موجودين جن ببعض باسمين دول بس it's not a good idea ان انا يبقى عندي مجموعة من file names الفرق الوحيد بينهم هو case letters ام كمان للنسبة اي file name يبطي ب dot يبقى hidden file وهنشوف ازاي hidden file بمعنى لو عملت display الفايل نيمس اللي عندي ماشوفوش يبقى مستخبي الا لو انا عن قصد قلت انا عادة اشوف فمثلا الفايلات اللي قدامي ديت .bashrc.profile دوز ار هيدن فايل ودول اسامي لمجموعة من السيستم فايل اللي احنا هنتعامل معها ونكتشف ان هي بتبقى هيدن عشان مش بالغلط ان انا امسحها اعملها دليشن او موديفاي او كده بعد كده هو نتكلم على الاكستنشن الويندوز مع وده ان انا اي فايل بيبقى اسم والاسم ليلمت على عدد معامل الحروف وبعدين في دوت وبعدين اكستنشن من ثلاث حروف اللينكس ما بتعمدهش الموضوع ده بتسل الدوت بنسبة لها زي اي كاركتر تاني وده بيخليني ان كل الفايل نيمزي اللي قدامي دي مسموحة فمثلا عندنا مفيهش دوت بيخالي مفيهش اكستنشن شغال ممكن يبقى عندي بعد الدوت مش ثلث حروف زي ما انا عايز مثلا انا انا اطفائنا قبل كده ان انا يبقى عندي الدوت بيخلص زي دوت بروفايل ويممكن يبقى عندي اثنين دوت في الاسم دوت بروفايل دوت قول فايل دوت تاكس دوت اولد وهكذا دي بقى مفيدة جدا في استخدامي اكتشف انا في استخدامي ان انا ممكن مثلا عندي فايل وعايز اعمل موديفكيشن وباكب الفايل القديم فاهم عامل الفايل القديم اسميه حاجة او مزود عليه دوت اولد او الفايل الجديد اسميه دوت نيو او دوت اوريجنال او اتفر بقى فدايما بيبقى مفيدة جدا انا اتزود دوت وحط اي اسم بعد كده بيفيدني عشان يبقى اي تنظيمة الفايلات بتاعتي بس بالرغوة من الفيكس بيل جديد نحاول برضو ان احنا نستخدم الاكستنشنز المشهورة لما نحتاجها بمعنى مثلا لو انا عندي تاكس سوري مثلا تاكس فايل ليبقى دوت تاكس لوقفايل ليبقى دوت لوج عندي صورة بي ام بي ولا دوت جي باج ولا هكذا ان احنا نحاول نستخدم نفس الاكستنشنز اللي احنا متعودين عليها ده بالنسبة ليه الفايل بعد كده هوني نتكلم على الباثز الباثز بمعنى الديريكتوري باث بتاع اي فايل يلا أن الـ path هي عبارة عن مجموعة من أثامي الـ directories اللي الـ file نقدر نوصله عن طريقها ويكونوا مفصولين مع بعض بـ slash أنا عايز يوم أن أنتم فاهمين يعني إيه الكلام ده لأنه نفس الفكرة ديت موجودة برضو في الـ windows فمش عايزين نـ spend فيها وقت طويل الـ path مثلا دلوقتي قدامي يبقى دلوقتي أنا بالنسبة لي ده الـ file name ودي الـ path على الـ slash دي معناها دي الـ root يبقى هو بادي من الـ root يبقى جواه فولدر اسمه user جواه فولدر اسمه source جواه shared جواه files وبعدين مفايل.txt بعد كده هو لو أنا أعرف أن الـ path عندي نوعين يأما تكون absolute أو relative absolute بمعنى أنها الـ path ما تعتمدش نواقف فين مش بتبتدي من مطرح ما نواقف وإنما بتبتدي من مكان معروف زي إيه زي مثلا slash home slash إيه العرباوي slash ABCD فديت إيه ده الجزء الأولاني ده الـ home directory بتاعي ده الـ home directory بتاعي مثلا الـ current user بتاع الجهاز وده الـ home directory بتاعي وبعدين في الـ home directory بتاعي فيه ABCD مش فرقة بقى أنا كنت وقف فين في الـ trees أنا مجرد أن أنا أستخدم ده كده أو ده كده إيه ما بيعتمدش أنه وقف فين نفس على فكرة نفس الـ الـ directory ده ممكن يختصر يبقى بيبقى عن طريق إن أنا بقى كده فالعلامة ديت بتمثل زيها اختصار ليه الـ home directory بتاع الـ current user تمام فديت مثلا يبقى إحنا عندنا إيه العلامة ديت بتديني كأنها slash home slash الأرباوي لتيجة إن أنا كنت الـ user اللي على الجهاز ده تمام لو أنا عايزة أخش على الـ home directory بتاع user تاني يبقى اختصارها إن أنا أحط الـ user name بعد فنشوف دلوقتي مثلا الصلاح أنا أخش مثلا على الـ account بتاع الصلاح أو الـ home directory بتاع الصلاح اللي هو slash home slash صلاح ممكن اختصارها على طول بالشكل ده تمام فديت إيه ففي جميع الحالات ديت أنا مش مهم أنا إيه أنا واقف فين كده الـ past self explanatory لوحدها الـ option التاني إن الـ past تبقى relative بمعنى إنها بادية من مطرح ما أنا واقف فمثال لما أقول dot slash my project slash project report يبقى معناها إيه الـ dot معناها current directory بتاعي يبقى أنا من مطرح ما أنا واقف كده أنا واقف عند مكاني ما في التري بطلع منها على my project على progress reports ده ده اختيار فيه بعد كده اهو اختيار تاني إن أنا dot dot معناها parent بتاعي فيبقى دي معناها إيه أنا واقف في مكان ما فبروح dot dot يعني روح للـ parent بتاعي بعدين روح للـ parent بتاعي اللي بعده وبعد كده خش على الفولدر اللي اسمه my project و progress reports الحاجات دي زي ما اتفعنا دي common ما بين الـ windows و ما بين الـ linux فأكيد انتو بتمروا بيها برضو في استخدامكم للـ windows بس يمكن عشان ما بيستخدموش انتو command line interface بتاع الـ windows فممكن بيكونش بتعرضوا لها قوي بس يبقى احنا عايتين نعرف ايه ان في الحالة ديت ان dot means current directory و double dot means parent directory يبقى انا كده خلاص عرفت الباث بتاعتي بيبقى شكله عامل ازاي و عرفت الـ file names والـ directory names بيبقوا شكلهم عاملين ازاي الحاجات الثالثة اللي انا اللي عايدة اعرفها هي commands commands ازاي بنتكتب commands لان انا هتلاقي ان اي حاجة بكتبها على command line interface يا اما command وبعدين من ضمن الـ arguments بتاع الـ command ديت بكتب files او مثلا عايزة delete a file يبقى بكتب command RM اللي هو بيدليت وبعدين بيدليت ايه الـ argument بتاعي هو file name وبالتالي يبقى انا عايت اعرف files والcommands الـ commands الـ general format بتاعها بيبقى كده الـ command name اول حاجة وبعدين بحط مجموعة من الـ options ودي طبعا بين اسمها انها optional وبعدين بحط الـ arguments اللي انا عايزة بصيها لـ command ده طب تعال نشوف مثلا ممكن يبقى command لواحد ولا options ولا arguments يعني مثلا دول المجموعة من الـ command زه هما كده لما قول ls هنشوف بعد كده معاني الـ command ده تقوم بدورها وخلاص مش محتاجة arguments ولا options وطبعا برضه ممكن نضيف لها arguments و options لو حبينا نغير شوية في الـ usage نيجي بعد كده الجود التاني من الـ command اللي هو options واضح من اسمه انه هو optional الـ options عادة بتبقى بادية بايمة ب dash يايمة ب double dash في بعض حالات rare يعني مش محتاجة ولا dash ولا double dash وهنكلم عليها في وقتها بس general case انه دايما dash double dash الـ dash بتستخدم لما يكون احنا بنختار short name بتاع الـ option بمعنى انه هو حرف واحد الـ double dash بتستخدم لما يكون ايه شغالين اللي بنحط الاسم الكامل للـ option فمثلا هنا هودا ls-a a a stands for all فانا بس بحط minus a يبقى ده الاختصار بتاعي يبقى كده انما لو انا عايز استخدم long name اللي هو double dash يبقى ls- minus all اه عادة بنستخدم الاسم القصير لما كنا بكتب على command line interface وعايز انجز وخلص بسرعة لما كن بكتب script اه وعايزه يبقى clear لانه هو command هتفضل وممكن حتاني غير يقراها وا 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 فبيبقى ساعد بيستفضل ان انا استخدم long name علشان تبقى for clarity ملاحظة بس سريعة في المحاضرات هتلاقوا دايما لما انا بكتب اي command بحط dollar sign دي في الاول ده دي البرومت بتاعة linux يعني انا مش بنطايب الكلام دي مجرد البرومت بتاعة linux دي convention هنتعامل معها في كل المحاضرات ان شاء الله طيب بعد كده اهو ده لو انا عندي option واحد اه بيحصل ان انا استخدم عايزة تحط كذا option ورا بعض فلو عايزة تحط كذا option ورا بعض ممكن احطهم separate كل واحد بالداش بتاعته او بالدابل داش بتاعته او ممكن ايه ادمجهم مع بعض فمثلا ممكن اقول ls-a-r نخلي بالنا برضو دايما قلنا دايما قلنا على file names انها case sensitive الoptions برضو case sensitive يعني في حاجة اسمها capital r وفي حاجة اسمها small r كoption فده اول حاجة انا ممكن احط minus a minus capital r او ممكن احط minus a capital r الاثنين نفس يدوا نفس ال effect او ممكن احط long name بتاعهم ls-minus all minus recursive يبقى ايه اتفقنا ده ده لما نكون عايزة ادمج مجموعة من options وذيما اتفقنا المود ده ده لو انا بكتب في script يفضل ان انا type كله واضح علشان اللي بيفهم يمشي على script بتاعه وكده يبقى بالنسبة له الدنيا واضحة انما لو انت بتكتب حاجة عشان تخلص وتجي effect ما فيش منع انك انت تعمل الفورمات القصير ده شغال تمام ده بالنسبة له options بعد كده نكتشف ان انا ساعات بحط مينس مينس في الاخر بعد ما خلص الoptions عشان نفصل ما بين الoptions والargument ده مش بعملها كتير يعني في الحالات العادية بتستخدم عشان ساعات لما يكون الargument في مينس او مينس مينس وانا عايز ايه ميتلخبتش اللينكس ميتلخبتش انه يفتكر ان اللي جاي ده option تاني يعني لو انت مثلا سميت فايل وده مش لا يفضل طبعا بيبتدي بمينس يبقى ايه يبقى انت كده ممكن تلخبط الدنيا فعشان كده بحط مينس مينس بعدها بس يعني ايه استخدامها هيبقى قليل جدا فمش نركز عليها كتير ده بالنسبة للoptions مال الargument الargument هي الحاجة اللي انت عايز تضيفها للcommand حسب كل command لو command يمسح فايل مثلا ده command ده يبقى ايه يبقى ده بالنسبة لي ادي command ده مو rm ادي minus rf ده options r لها حاجة بتعمل حاجة و f بتعمل حاجة وبعدين امسح ايه امسح dot slash project data ده بالنسبة لي الargument بتاعي اللي انا ه apply command عليه فده ايه بالنسبة ليه الcommands خلاص كده احنا اخدنا فكرة سريعة عن الفرمات بتاع command وبتاع path وبتاع file names الخطوة الجاية احنا نريد ان ناخد بقى ايه مجموعة من basic commands اللي احنا نتشار فيها النهار هناخد الليسته بسرعة وبعدين نجو through them بالتفصيل بعد كده فاللسته دلوقتي بالنسبة لي اول حاجة اللاس اللاس بتعمل اللاس جاي من كلمة list فبتلست الفايلات يعني بتشوي ثامي الفايلات والdirectories بعد كده هول tree ده برده بتعمل ذي اللاس الفرق انها بتشومي ده الفايلات والdirectories بشكل الشجرة تري ستركشور كامل فوريني الdirectories والsubdirectories وهكذا ال pwd اختصار لprint working directory ده عشان لما استخدامها عشان اشو ال directory اللي انا واقف عليه فين دلوقتي cd change directory عشان اتنقل ال directory تاني بعد كده make directory عشان اكريات فولدر دي copy سواء copy فايلات او directories اللي بعدها move عشان اموف فايل او directories اموف او rename ال rename في linux اكني بموف فايل لفايل جديد باسم مختلف حتى لو في نفس المكان بعد كده rm اللي هي remove او delete ويقف 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 اول حاجة نتكلم عليها هي ls او listing files فانا لو اقول ls معناها لفايلات اللي موجودة في ال directory ان انا وقف عنده ده فانا مثلا دلوقتي وقف في directory ما بقول له ls ويقف يعني من ال prompt ويقف عندها وضح ان احنا وقف عندها وقف عندها ال home directory بمعنى بمعنى ال الوان بمعنى انها ما بتظهر ليش ال hidden file زي ما اتفعنا ال hidden file ما بتظهرش في الصورة العادية الا لو انا اعيزه اقول له show me the hidden file طب ازاي اقول له كده اقول له كده عن طريق ان انا اقول له ls minus a a stands for all يعني include برضو فلو انا فوقف في نفس المكان وقلت له بدل ما اقول له ls هقول له ls minus a هلاقي يجي لي لستة اطول من الفايلات ليه ليه الليستة دي جاية طويلة كده اه لا ده زاد عليهم حاجات زاد عليهم الفايل اسمه .pulse cookies .profile اه 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 في عندي فولدرز برضو hidden اه مثلا عندي اه الفولدر اسمه .pulse اه . اه اه shoot well او shot well اه .jvvs كل دي ار hidden directories او hidden files اذا ما اتفاني ازاي تخلي الفايل او هدن انك تحط الفايل لكي تشوه تقول له .ls-a . اه ده بالنسبة ل .ls-a كل ما فيش اي بينات عنه لو انا اعيد اجيب شوية . او اعيد . 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 ده اسمه الفايل تايب اللي هو الداش ديت هنلاقي في بعض الحالات الفايل بيبقى داش في بعض الحالات عندي الفايل ايه دي ده بيبين لك ايه ده عبارة عن يعرفك الداش معناها ده فايل عادي اه انما الدين معناها ده directory. اظن باين برضه من ال color code. هنشوف بعد كده في المستقبل symbolic link. يعني بالل. لو ده block device يبقى بالبي. لو ده character device بالسي. لو ده socket يبقى بالس. او pipe ده بقى بالبي. سيبكم من الجزء اللي في الاخر ده. يعني نجيله وقته نعرف. بس for now وانا اول حرف بيبقى يقول لي ده file type. بعد كده هو بيلاقي جزء تاني عبارة عن permissions بتاعتي. كفاكرين لما احنا اتكلمنا على linux وقلنا ان هو multi user system. وانه هو بيبروتكت اي resource في حالتنا الفايلات او directories من unauthorized access. عشان كده كل file او وكل directory بيبقى ليه permissions الخاصة بيه. الميزين بتاعتي بتبقى متقسمة تلات اجزاء. جزء لcd user وبعدين جزء lecd user وجزء gруп وبعدين جزء other. بمعنى ايه. بمعنى ان انا كyuser الجزء الاولين ده يحدد permissions المسموحه للowner بتاع الفايل. انا الونر بتاع الفايل ده فمن حقي r و w يعني من حقي read r stands for r stands for read w stands for write x stands for execute فأنا كيوزر كونر بتاع الفايل من حقي ان انا اقرى الفايل او اكتبه او اكتبه في حالة الdirectories اقرى الdirectories يعني اعرف السته يعني اعرف اعمله الاس اكتب في الdirectories يعني من حقي ازود فايلات او امسح فايلات او كده لان ده اغير في الكنتنس بتاع الdirectories execute ملاش معنى قوي في الdirectories تمام ده بالنسبة لي كيوزر ليه اول ثلاث حروق بعد كده بالنسبة لي الجروب فأنا ممكن ابقى انا الونر بتاع الفايل ممكن ما بقاش انا الونر بس بنتمي نفس الجروب بتاعت الونر في الحالة ده بيبقى ممكن يبقى ليه مجموعة من في حالة الفايل ده مثلا من حقق اقراء وexecute بس مش من حقق امسحه او اعمله write اموديفائ اثر يبقى ولنا الونر ولنا في الجروب بتاع الجروب اللي هي الونن جروب بتاعت الفايل يبقى ايه اثر في الحالة ديت مش من حققق اقراء ولا امسحه ولا اتغير فيه ولا اعمل في اي حاجة ولا راندو تمام فديت ايه مجموعة وانشاء الله يبقى عندنا محاضرة كاملة عن عن البرميشنز والمالتي يوزر بعد كده نسيبنا نسيبنا دلوقتي من اللي بعدها ديت اللي هي الون ديت دي لها وقت انشاء الله نتكلم عليها اللي هي النبر بعد كده يقول لي مين الونر بتاع الفايل فا احنا انتفقنا ان اليوزر من حقه كده مين بقى اليوزر اللي هو الراجل الاسمه والبرد او اليوزر النام بتاعه والبرد مين الونن جروب اللي هي apply عليها البرميشنز ديت الجروب اللي اسمها support تمام يبقى انا لديتي ايه ده مين الونر بتاع الفايل بعد كده يجي لي size بتاع الفايل فحالتني هنا ده الانشامبل وليه مكان وخلاص ونراح بابالي واي الساخدامات ده في حالات كتيرة ايه وبعد كده الاخر anyway و ده الفايل نام فده ده ايه الفورمات اللي هو اللي بيجيلي فانتو شايفين هنا الوقتي مثلا عندي الاحظ مثلا اكزامبلس دوت ديسكتوب اه ده اه الاقي انه هو ده اتغير سنة 2011 مش عارف التاريخ الفلاني اه 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 ا المجموع الان اتفقنا لينكس يعتبر اي حاجة في الدنيا كأنها فايل ده فايل ده فايل من نوع خاص بيحمل جواه اسامي الفايلات او سب ديركتوري الحد الادنى للديركتوري سايد هو اربع كيلو الادنى للدكتوري حتى لو فاضي هتلاقي اربع كيلو الساعات بقى بيزيد اوي ممكن يزيد عن اربع كيلو بس هو ايه هتلاقي معظم الادنى الادنى موازم الادنى الادنى سايد بتاعها اه اه 4К تمام ده كده كده اتكلمنا عن الالس ايه خلاص انت بدي بقى اخد زي سمري عان الالس كماند يبقى اللاس تاني ممكن تحطه بعديه options وممكن هنشوف ان انا ممكن نحطه arguments الargument ليه؟ انا مش عايدة list current directory اللي انا نواف عنده انا عايدة list directory تاني او file تاني عايدة اجيب بيانات عن file تاني فديت ايه لما ايجا استخدم arguments يبقى احنا عاولنا اللاس الوحدة بتlist current directory لو زودت لها minus a او minus minus all بتشو الهيدن فايلز برضو لو حطت لها minus l بتشو ال file details وخلي بالكو we can mix يعني ما minus a l هتشو الهيدن فايلز وهتشو them in long format ايه تاني ايه تاني minus t هترتب الفايلات based على ال time stamp minus capital s هتصورت الفايل ديه مثلا من الصغير ده الكبير لو انت حطيت minus r هتعكس ال order فانت لو حطت له minus capital s small r معناها ايه يعني ارتبهم لي على size بس بالمشاقلب ايه تاني minus d show me بس directories مش عايدش بص على الفايلات انا عايدة بص بس على directories ايه بعد كده عندي ايه minus r minus capital r معناها recursive يعني show me ال directories ده وبعد كده خش كل جوا واحد ووريني تفاصيلهم وبعدين خش في اللي جواهم ووريني تفاصيلهم فاقول لي ديه مش بس اقول لي ايه انت عندك خمس فايلات وثلاثة sub directories لا خش في الثلاثة sub directories دول وكل واحد فيهم show me ايه اللي جواه وبعدين ls directory ان انا هنا اقول directory معناها show content of directory ده مش current directory احنا الحاجات دي يا جماعة في اخر المحاضرة هنعملها بادينا بقى وبعدين انتو برضو ممكن تتجرب و ls file بشوف الفايل الفلاني تم انا لست الفايل الفلاني ليه ما انا عارف اسمه مثلا انا عايز اعرف الفايل ده موجود ولا مش موجود انا عايز اعرف فيه فايل اسمه results.text موجود ولا لا هقول له ls results.text لو ما جاء له وهوش يبقى خلاص مفيش لو لقاه هيورهوله او انا عايز اشوف مثلا الفايل size بتاعه كام او تغير تاريخه امتى فهم ايه اللي ساعتها ايه ls minus l results.text يبقى ساعتها انا بشو الفايل ده و بقول له وريني التفاصيل بدعته اعرف او ده اقول له ده حجمه كام ده مش عارف ايه تغير امتى والبيانات عايزة 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 اعرف ال permissions اللي عليه ايه فهكذا و طبعا او ان انا منحقي كمان اشو مجموعة من الفايلات او مجموعة من ال director ال director مش لاذ بلاك اقول له واحد بس او ميكس من الكلام دهeker و طبعا دي ايه انا الوقتي اا ايه اا اا اكترح عليكم تعملوا POS ل الفيديو وتخشو الي ال linux وتجربوا巨ل وتطرحوا ببقى وتعملوا لو طيب نجي بعد كده اهو ليه الكوماند اللي بعد كده الكوماند اللي هو اسمه ايه تري بتعمل ايه تري برضو بتعمل زي بس بتشو فايل بس بدل ما تشومي الفايل بشكل فايلز وزاب دايركترز لأ بتوريها لي على هيه تري stability ايه يبقى انا لو في مكان ما اه هلاقي نفسي باقوله ايه اه طيب قبل ما انا وبتنين قول اللي نبص على على البرومت ولنعرف احنا واقفين فين احنا وقفين هلو احنا واقفين في الهوم دايركتري لا احنا واقفين في الهوم دايركتري سلاش بروجكتز فالبرومت عادة بتخليها تشومي انا واقف فين فانا واقف اه في اه فيت بروجيكتز لي طالع من الهوم دايركتري وبقول له tree فانا عندي ايه في tree دي اه لاقي عندي subdirector اسمه awesome site وفايل اسمه manage.pi ولاقي جواه subdirector تاني اسمه awesome site وجواه مجموعة تانية من الفايلات يبقى ديت ايه ان انا قدرت اشوف ايه المجموع قدرت اشوف الفايلات والsubdirector recursively وقدرت اشوفهم على شائق list tree طبعا عندي ساعة بتبقى مريحة ساعات اللي انا عادي اهمني مثلا في اخليها tree minus a تبقى minus all علشان اشوف برضو hidden files والhidden subdirectories ممكن احتاج اقول tree minus a sorry minus d عشان اشوف directories بس فانلاقي برضو tree فيها a lot of options عشان ايه اغير ال usage بتاعي طيب فنيجي بقى نتكلم على summary بتاع tree انا عندي tree minus a اهيه نفس المكان انا واقف نفس الحتة برضو اللي ايه هنا هوا بقلتلو بقى سانة مرة دي قلتلو ايه tree minus a tree كبرت معي اللي كبرت علشان خاطر بقى ايه اه في طلع لي directory اسم dot get ودي جواها a lot of files and a lot of subdirectories مكنتش باينة في الاول ليه لانه hidden لانه ال directory ده بيبتدي بـ dot فلما قلتلو منس ايه هي شوارين ال tree بـ including اه ال hidden files and directory اه عندي اه 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 السامري بتاعي اه يبقى tree برضو بعدها options وبعدها directory اه او فايل انا برضو ممكن اقول طبعا مش مش بستخدم او فايل هنا بس الممكن اقول directory انا عايز اشوف ال tree بس مش بتاع المكان اللي واقف عنده بتاع مكان في حتة time اه 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 اختيارات ال options لو قلتها لوحدها بيشاومي full tree starting from the current directory طبعا ما بيوررنيش ال hidden files لقولتلو minus DI هيورر organis بس ال directory انا مش centresed اشوف الفايلات زوجو فانت عايز احادي صغارهم شوية تشو بس ال tree structure من غير الفايلات واقول لديهم التري مينشسد This table-A Will saw all files including hidden files 3 directory معين تري سطركشور with the directory وهكذا واو كثير من الكلام DDR هذا بالنسبة ليه إلى التري كوماند ا plea اقترح علكم اضبطا شاشه للاحظون التكته 항 tests الكماند اللي بعد كده كماند بسيط قوي اللي هو اسمه pwd زي ما تقولنا بالكده pwd stands for print working directory عايز اعرف انا واقف فين فهي ملهاش options كتيره هي pwd وهي حاجه زي كده شوفوا مثلا هنا الاكزامبلز اللي قدامنا ده انا واقف واضح ان انا واقف فين واقف ال home directory slash scripts انا واقف من ال prompt لو انا عايد اقول له قلت له pwd هيعمل لي ايه هعمل لي slash home slash vivic ده current user بتاعه هنا و scripts طيب عمل ls minus l احنا عارفينين ان ايه ls minus l اللي هو ايه ان هو عادي للست الفايلات بعد كده راح لفولدر اسمه لا ده لاق الفايلات اهيه لا عنده فولدر ساب دايركتوري اسمه ايه اسمه بايثن lcd python cd معناها change directory وانا اخدها بالتفصيل كمان شوية فايه cd python يعني ايه يعني يروح لبيثن فهو دلوقتي لما راح لبيثن اتغير لزي ما انت شايفين هو البرومت بقت الهوم طلع لسكريبس لبيثن لانا قلت له pwd تاني دلوقتي ايه اللي هيحصل هيطلع لي slash home slash vivic slash script slash python وهكذا فدي ال pwd فبتستخدم كثير عشان اعرف انا واقف فين طيب ايه تاني الكوماند التاني cd اللي احنا لسه بنكلم عليه من شوية ان انت ده عشان to change directory يعني عايزة تنقل لديركتوري فانت بتقول له cd وانت تقول له path للديركتوري اللي انت عايز تروح له فمثلا انت علينا اخد شوية اكزامبل دي بنسبال turi هذه ال root وطالع منه TREE بتاعت Latest بعد ذلك اردت الرجال بس يولده 3 مرات لانهم منافقة nach home واده ما اتفقنا انهم مرات فولدر لكل يوزر وبيو او يبقى عنده حاجاته بيو او يبقى عنده الحاجات بتاعه وبيو او يويد او او بيو ثري بعد shocker المفقر الامر طيب التري ديت كده انا عايد اشوف ازاي اتنقل ما بين التري ديت فاول حاجه عايد اشوف انا واقف فين دلوقتي انا واقف انا باي وان فواقف في الهوم بتاعي طيب دلوقتي لو انا قلت له بي دابلو دي هيقول لي ايه هيقول لي انت واقف في سلاش هوم سلاش باي وان تمام اتفقنا يبقى انا خلاص عارفت انا فينا طيب لو انا دلوقتي عايز اروح الفولدر ده اللي هو ايه لوكل اللي هو اسمه اروح الفولدر ده ازاي اقول له cd فين اقول cd ايه cd وبعدين local صح تقول له كده تعال نشوف فعلا cd slash user slash local همام كده يبنى كده عرفت نقلت الله خلي بالنا هنا الباس اللي انا بسيتها المرة دي كانت ايه؟ كانت واضح جدا ان الباس اللي انا بسيتها المرة دي هي باس كانت طب انا عايزة تنقل من local لبن ايه بقى انا عندي two options ممكن اقول له ايه؟ ممكن اقول له cd slash user slash local slash bin او انا كنت توقف عنده local عايزة اروح لبن يبقى cd.slash bin من ال current directory اروح لبن او حتى .slash دي مش مهمة او مش هدي ان تتقال كيف يقول له ايه؟ cd bin يبقى ايه ال options اللي ممكن اعملها cd slash user local bin حطيت له absolute path او حطيت له relative path او دي برضو relative path ان الان زي ما اتفقنا الجزء ده او حطيته او ال option انا بحب احطه عادة عشان ما تلخبط او حطيته او حطيته اذا كده نشوفنا ازاي نتنقل ما بين اماكن وبعضه طبعا انا عايز اتنقل فين دلوقتي عايز اروح ل etc هقول له ايه؟ برضو هقول له انا كنت افتكر انا كنت واقف فين انا كنت واقف فين في bin هقول له ممكن اقول له cd slash user etc slash user etc او اقول له ايه؟ انا كنت في bin دوت دوت بقيت هنا بعدين دوت دوت بقيت في user وبعدين ايه؟ etc هنشوف الاختيارات او اللي انا لسه اقول له دوت 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 اتنقلت two parents فوق وبعدين نزلت على etc عايز ارجع تاني ايه؟ اتفقنا ممكن اعمل cd dot dot رجعت ال user dot dot رحت لل root home by one ممكن اعمل كده طبعا اللفة طويلة انا حدش بيعمل كده بس ممكن او ان انا اقول له cd slash home slash by one تمام؟ بس قبل ما افكر في كده انا عارف ان المكان ده ممكن اختصار ممكن اختصار اختصار ان انا بس اقول له كده ده هتقدي نفس الطور تمام؟ دي مجموعة من الانتقالات ما بين folders مختلفة نجو بقى نجو بقى الوثاب directory مني و ال dot slash ده ما اتفقنا دي اوبشنال يعني انت ممكن تقول له cd project على طول هي هي ممكن اقول لنا زي ما اتفقنا ان انا ممكن اروح ال home directory ده اختصار لو انا عايد اروح ال home directory بتاع user تاني عامل ايه؟ زي ما كنا قلناها قبل كده حاجة شبيهة ان انا اقول له cd بقى انتل ده بقى احط يبقى ده معناها ايه؟ انا عايد اروح ل folder بتاع الرجل المختلف تمام؟ بعد كده حاجة تانية انا قلت له cd وانتلوج اي options ده is equivalent بالضبط ان انا عايد اروح ال home directory بتاعي لانها بتستخدم كتير فعشان كده ايه؟ اعملوا لها الاختصار ده وفي عندي اخر واحدة sorry parent اتفقنا عرفنا ان يروح لل parent directory اخر واحدة اللي هي cd dash معناها روح لل previous directory يعني كنت في directory some directory وقالت cd روحت حتة تانية وعين عايد ارجع مطرح ما كنت تقول له cd minus او اللي هي ال dash دي ارجعني مطرح ما كنت قبل كده بتبقى ساعات handy لما يكون مثلا ال pass بتاعتك الطويلة قوي مش هاي دعوك اكتبها كلها فايه بقى type كده تمام؟ فده summary ل command scd command اللي بعد كده هو make directory واضح من اسمه make directory انا carry new directory اه اه فبازم تقول له ايه تقول له make directory وتقول له directory انت عايس تكريته طب تعال انت تفرج نشوف نعمله مع بعض ده دي tree اهي عندي اه برضو دي linux tree وانا عايد ايه اعمل شوية commands فيه طيب انا انا اشوف انا واقف فين الاول انا واقف عند ايه تم انا user اسمي تم هم ايه لو قلت له make directory documents يبقى معناها ايه معناها اعمل directory اسمه تبقى يعمله فين مطرح من اواقف فلما اشوف ايه اما اشوف اما اشوف هي نفسها . document تمام؟ او هي ممكن تبقى هي نفسها . home . tom . document تمام؟ يبقى يبقى دي ال past بقى مكتبة relative او absolute انا خلاص مفروض دي الموضوع ده حلاص حفظنا تمام؟ اي واحد من ثلاثة comments دول هيعمله ايه؟ عايز create the document تمام؟ ايه طيب ايه تاني عايز اعمل ايه تاني؟ هو خلي بالنا هو carry the document بس مش واقف عليه هو لسه واقف عنده tom وهم حدش قال له يموف طيب هو عايز يعمل ايه تلاتي؟ عايزة carry the folder تحت document اسمه text فهم اقول له ايه؟ make directory document slash test انا واقف tom document slash text ايه تاني عامل ايه؟ وبرضو بقى مش هنوعد ما ان نعيدها ايه بيعمل ممكن اقولها ايه؟ slash home slash tom document text او dot document text text او tilde document text خلاص احنا عارفين الحاجات دي كلها فنوما يدلين ايه؟ عمل خلاص text تمام؟ طيب سؤال بقى انا اه shield text كان ممكن اعملها ازاي تاني؟ كان ممكن اروح تحت document وقول له make directory text يبقى بدل ما انا عملته remotely كده كان ممكن اقول له cd documents فاروح توقتي وقفت عن document وبقى اقول له make directory text عمل text خلاص؟ فده حل تاني الحل التالت هو ان انا اعمل ايه؟ انا عايز shield document هبتدي من اقوله جديد ويفزة عند tom وانا عارف ان اريد اعمل documents طب ما انا ليه اعمل كده؟ طب ما انا اعملهم في خطوة واحدة ما اقول له كده make directory document text طب ليه غلط؟ هيعترض ليه؟ لما اعملت كده اعترض ليه؟ علشان انا هو ما يطلطلهم كده هو مش لاقي documents فينا عشان يعمل text تحتيه تمام؟ فيبقى هو الوقت ده انا حاولت اعمله ما نجعش طب ايه الالاج الالاج ان فيه عندي option اسمه minus p عشان يسمح بالحكاية ده يبقى انا لازم اعمل ايه؟ make directory minus p document slash text ساعتها هيكريته يبقى minus p بتعمل ايه؟ minus p بتقلو انها انك انت تبني intermediate sub directory تمام؟ فده ايه؟ استخدامي لميك directory يبقى تاني اختصار الميك directory بتقوله make directory وتحدده directory name او path فعندك انك تقوله make directory project 1 يبقى كانت project 1 تحت المكان اللي انت واقف فيه او تقوله make directory project 1 و project 2 يبقى ده معناها ايه؟ اعمل اثنين directories واحد اسمه project 1 واحد اسمه project 2 اللي اثنين من مطرح ما انا واقف فده ممكن ممكن تطلبه absolute path او relative path تمام؟ ودفعنا ان minus p بتcreate intermediate folders if necessary او if needed الكماند اللي بعد كده اللي هو كابي فايل او directory من مكان لمكان فانلاقي الفرمات بتاع الكماند بتاعي اه copy وبعدين اختار الفايل اللي انا او ال directory اللي انا عايدة اكابيه وعايدين اختار destination اهو ولو عايد ايه؟ اغير الاسم اغيره او احط الاسم الجديد تمام؟ اندعنا نشوف ايه؟ فانا حطيت ايه؟ عندي هنا اه ده ما انتو شايفين بتاعة linux tree وعايدين الفايل ده وعايدين الفايل ده او الخطوة عايدين ننقله هنا كمان ومش ننقله ننعمل منه copy نحطها تحت school فانشوف ايه بقى الامر بتاعي الامر ان انا اقوم اقيل copy اه اه ايه الفايل اللي عايدة اكابيه؟ المن اه انا اسمه فانا يبقى slash home slash bill اللي هي ده بتنوب عنها ده اه slash books slash science dot doc يبقى انا كده ايه قررت ايه الفايل اللي انا عايدة ايه اكابي اكابي فين؟ اه تاني تال ده اللي هي bill هنا slash school حطوه لي هنا وحطوه لي باسم ايه؟ science dot doc حطوه لي هنا تمام؟ ده اللي الكوماند ده بيقوله بس ثانية واحدة هو انا الكوماند عايزني انقله بنفس الاسم لو انا عايزني انقله بنفس الاسم يبقى مش لازم احط الاسم يبقى انا ممكن برده اقوم ايه ايه؟ copy tell the slash book slash science dot doc لفين؟ tell the slash school وما قولش الاسم الجديد مدام الاسم الجديد هو نفسه الاسم القديم وهو اده ال default انه هو بياخده بنفس الاسم يبقى ماشي؟ ده بيبقى انا كده هي copy تب تعالى نشوفه اللي هيحصل؟ اه حصل ال copying الحمد لله تمام ايه الخطوة التانية؟ اليوزر التاني اسمه باتريك هو كمان اصلي محتاج فولدر سكول وفيه الدوكيمنت بتاعته فبدل ما هو باتريك عايزني قال لي بدل ما عاعدني هو كريت وبعدين يجيب الفايلات قال لي هاتلي بفولدر بتاع سكول ده كله حطه عندي من فضلا اقول له بسيطة حاضر هوم اقيل ايه؟ هاقول له copy عايدة copy بقى سكول كله هقول له copy tell the slash school والدي هالي مين عند باتريك اللي هو slash home slash patric تعال نشوف يلا copy home ما اتفقنا هي املا واضحة copy home بالسكول وديها فين slash home slash patric تمام؟ تمام نجرب بقى نشوفها كده ونعملها انا انا ايه الغلط فين الغلط هنا؟ اه اه ده انا بحاول اكتب دلوقتي في الفولدر بتاع باتريك طب ده انا بيل ما عنديش رايتس ان انا اكتب في الفولدر بتاع باتريك ده ما اتفقنا في اوه قبل كده ان كل يوزر عنده الحاجات مكان بتاعه يتغير فيه انما انا مش من حاجة اكتب فيه المكان بتاع باتريك عشان كده هم هنتعرف على حاجه ان انا احضر لو انا اعيد اقوله انا بعمل كده بصفة بل انا هعمل كده بتصفة الروت او او معناه انا باصدر الامر ده بصفتي السوبر يوزر زي في الويندوز ساعدك لديك اتنظر في اسكماد وتقول له ساعدت تقول له ايه run as administrator فسو دي معناها run as administrator فكده هوا لما قوله سو دو وطبعا مش كل واحد من حققه يقول سو دي لازم لها تثبيت في configuration file يحدد مين اليوزرز اللي من حققهم يكتبوا سو دو او من حققهم انه هما يأكت از سوبر يوزر وليكن بيل عنده الحق ده فهيقوم ايه سو دو copy الفولدر ده حطه عند باتريك خلاص كده بناحية الrites الrites الضبطت الحمد لله يلا بقى ننفذ الكماند ايه غلط لتين اه ده انا اقيل له copy كده هو بيقول لي عم انا ده مش file عشان اكابي ده انت بتقول لي copy directory يعني directory وجوه حاجات فعشان اكابي directory وجوه حاجات لازم اعمل ايه منفعش الكماندجا لازم احطه مينس ار مينس ار معناها ايه معناها recursive تمام يعني recursive يعني ده هيبقى directory يعني يعني سكول واللي تحت سكول كله تمام سكول واللي تحت سكول كله احطه تحت مين تحت بدر يبقى انا كده صلحت حاجتين صلحت ان انا كنت بعمل directory فكنتش اقيل له منس ار اخدت بالي منها دلوقتي والحاجة التانية ان انا باكت اذا sudo اذا اذا super user فو دي حاجة اقول مرة ان اتعامل معها ان انا اكتب sudo قبل اي امر ايه كمان يبقى احنا كده نجرب بقى يشتغل ولا مش اشتغل اه الحمدلله الامر يشتغل كده كمان يبقى ده ايه احنا كده اتعلمنا النهاردة اه في الحتة ديت ازاي نكابي فايل او نكابي نتكلم على الثامري بتاع الكابي يبقى الكابي تاني اه بقولي الاكزيستينج وانا اقولي النيو ديستينيشن ولو الفايل هيبقى بنفس الاسم او الديريكتوري بنفس الاسم مش محتاج اكتبه ليه لان هو الديفولت ان هو بنفس الاسم لو باسم جديد يبقى في الاخر بقوم ايه كاتب هنا ايه الاسم الجديد تمام تمام ده اول حقيقة ده الكابي اه يبقى كابي فايل وان لفايل تو يعمل ايه يكابي فايل وان يحطه في نفس المكان واضح انه ما استودش باس جديدة مجرد حطت اسم يبقى واضح انه ايه بقى انا عندي ديريكتوري كده اهو تحت مني ايه ايه ده فايل وان فايل كده اهو لما ينفذ الكماند ده يوم جاي يعمل ايه نفس الفايل ده ياخد نسخة منه تبقى ايه فايل تو تمام وبعد كده الامر اللي بعد كده ان انا كابي فايل وان ليه دوت دوت سلاش بروجيكت سلاش يبقى انا عملت ايه هنا انا اول مرة اول مرة كنت اعطيت اسمي فايلات بس فما كانش فيه بوسس يبقى معنى كده ايه انهما في نفس المكان بس باسم جديد المرة دي بنقل فايل وان بنقله لباث اهو مش محدد الاسم اكيد الاسم هيبقى ايه نفس الاسم بس ايه يعمل لي نسخة منه في بروجيكت تمام كابي مينوس ار فولدر وان للحيطة الفرنية واتفقنا اني لازم اقول مينوس ار لو بتعامل مع فولدرز ليه لاننا لما كابي كده يبقى عارف فولدر يعني ايه تاني ايه كده ده معناها ايه كابي مينوس ار تمام يبقى عارف فولدر وان حلو اول ليه وادي الباث بتاعتي اهي بس ايه حاطت له ايه اسم جديد يبقى انا كده هيعمل زي الكماند اللي قبله بس الفرق ايه انه هو بيحطه باسم جديد اللي هو فولدر تو تمام تمام طيب كابي سلاش اي تي سي سلاش باسورد لدوت ده يعني ايه تعال نبص على الكماند واضح قوي ده الاصل ده اللي انا هكابيه اللي هو ايه الفايل فايل موجود في سلاش اي تي سي سلاش باسورد تمام ده ده فايل مهم قوي فيه اللي هو فيه اليوزر مش مهم مجردتي بيعمل ايه المهم احكابيه فيه في دوت دوت يعني يعني دوت دي حانش انت فينا عارفنا او اللي انا واقف عنده يبقى انا واقف في وقال له هاتلي نسخة من الاسلاش اي تي سلاش باسورد عندي هنا يبقى كابي فايل تمام ده كده الامر الجديد هو موف موف بيعمل ايه موف زي كابي بالزبط بس الفرق بتاعته انه هو بدل ما بيكابي نسخة من الفايل ويخلي القديمة ويكابي نسخة ده بي ايه بين النسخة بين النسخة او بيرينيم النسخة يعني لو انا بموف فايل باسم جديد في نفس الفولدر يبقى كني بعمله ايه؟ كني بمسح القديمة وحط الجديد باسم جديد يعني كني بعمله رينيم فدعا نشوف ايه اللي انا ممكن اعمله دي برده عندي تري اهي انا الوقتي عايز اموف ايه بيقول بص تعالى نشوف الكماند بيقول ايه ونشوف هيتنفذ ازاي نفس القصة عايز اموف science.doc لسكول عايز اموف الفايل ده عايز انقله هنا هو مش تبع البوكس ده دوكمنت عن تبع المدرسة يبقى او عامل ايه؟ هقول له كده هيشتغل لا لا تمام قسيطة جد ممكن برده كنت اكتبه بالشكل ده نفس القصة مش لازم احط اسم الفايل مدام انا ايه؟ مدام محافظ على نفس الاسم المهم انتنقل تمام الخطوة التانية زي المرة اللي فاتت عايز اخد بقى انا سكول دي كلها اوديها عند باترك هل هتشتغل؟ تخيليني هتشتغل او لا؟ لا مش هتشتغل ليه؟ لان انا مش سوبر يوزر وبالتالي انا مش من حقيق اروح اكتب عند باترك حاجة طب مسيطة دي ما احنا عارفين ان حكاية علاجها ايه؟ علاج انا اقول له سودو يبقى دلوقتي ايه بقت سودو موف الكلام ده برضو مش هينفع ليه؟ لاني لازم احط مينس ار عشان هي بتعامل مع فولدرز تمام؟ فدي برضو هتفشل وهم ايه اجرب الفورما الاخير وانس انها اتعملت اللي حصل سكول باللي تحت منه كل ده اتنقل بقى تحت باترك دلوقتي وتشال من هنا خلاص تمام؟ يبقى ايه موف وكابي ذي بعض بالضبط الفرق الوحيد انه كابي بتخلي القديم وتعمل واحد جديد الموف بتشيل القديم وتحوط الجديد فلهم في نفس المكان يبقى الموف هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن مجرد عملية وخلاص يبقى احنا دلوقتي ناخد بتاع الموف نفس بالضبط ما اتفقنا فعن ايه هنموفهم بسرعة موف الاولانية ديت يعني برينيم فايل 1 لفايل 2 اللي بعدها موف فايل 1 حطهلي في الحتة الفرانية بنفس الاسم اللي بعده موف مينس ار يبقى فولدر 1 وديه في الحتة الفرانية انقل الفولدر ده في الحتة الفرانية بعد كده ان انا بنقله في حتة تانية بس باسم جديد اللي هو فولدر 2 الكماند اللي بعد كده هو الريموف او الديليت ان انا بعمل ايه بعمل اه اه ار ام بمعنى ديليت وبعدين اه بقوله فيه مجموعة من ال اوبشنز وبعدين بقوله اديليت ايه نشوف ايه نعملها ازاي دا برضو هنيجي انهم اختارين دلوقتي 3 اه تعالوا نشوف هنعمل فيها ايه اول حاجة انا عرف نواقف فين فهم ايه محدد النواقف فين اول خطوة ان انا هقوله روح هيروح فين هيروح روت لوكل 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 اسبن يفروض بروح هنا ماشي رح هنا خلاص طيب هنعمل ايه اول حاجة نعملها تعالوا نحاول نمسح اه الفايل ده نعرف اللي انعرفي تعالوا نشوف هقول له مش محتاجة اوبشنز اول حاجة بروح 1 يبقى ايه ما نمسح البروح 1 حاضر تعالوا نشوف هنمسحها مسح الفايل طيب عايزين نمسح مين تاني عايزين نمسح الراجل ده كمان عايزين نمسح المعلم ده كمان نعمل ايه نقول له المترجم المحاول المترجم المترجم ومفروض انتو بقى ايه خلاص العملية ديوتي بنسبلك سهلة جدا فلما اعمل كده اللي هيحصل اتمسح مش هلو قوي نمسح مين تاني بقى تعالوا نروح نمسح ادي نمسح الاتنين اللي فاضلين دول اللي هو ايه اللي هم الجامعة دول تعالوا نمسح دول كمان بس انا مش همسحهم ريموت انا هروح لهم امسحهم بنفسي طب دعال نشوف نعمل ايه فهقول له ايه سيدي بيرانت لبن يبقى انا هكيني بروح بعمل كده هوا هيحصل ايه هيتنقل هنا بعد كده عدنا نمسح بروك 2 بروك 3 هل لازم اقول له رم بروك 2 بقى رم بروك 3 لا مش لازم نقول له رم بروك 2 بروك 3 تمام يبقى انا كده عدنا نمسح ايه الاتنين دول خلاص راحوا وكتبها انا هاي نمسح الموطية حتى نمسح هاتنها استخزنا مثل اليها نمسح الاتنين دول خلاص راحوا لضعم الاتنين دول خلاص راحوا نمسحه فورم انا نروح لكه ساقول له ايه cd-user-bin-util روحته عنده طب تعالوا نمسحه المترحات mt-user-bin-util يلا نكتب الله ليه ما اشتغلش اوه ده ما اشتغلش عشان ايه انا واقف على يوتيلز وعايز امسحه طب انا لو مسحته طب انا كني واقف على الحاجة وباشلعقه مفيش مكانة بواقف عليه فما ينفعش انك تمسح حاجة وانت واقف عليها او واقف جواه يبقى الحل ايه الحل انك انت ترجع يعني ارجع كما كنت تمام وبعد كده بقى ايه عايز تمسحه تقول له ايه عشان انت تمسح فولدر سلاش يوزر هيمسح الفولدر بما ايه بكل اللي تحتمل يبقى احنا خلنا مالنا من حاجتين حاجة اولا نازم اقول مع الفولدرز الحاجة التانية متى عمرك متحاول تمسح حاجة وانت واقف جواها لانك انت لازم تبقى بعيدة عنها عشان تعرف تمسحها ممكن تبقى وفع البران بتاعها وتمسحها لتحت منك بس نفعش تمسح حاجة وانت جواه تمام فده بالنسبة لايه للرم خلاص كده احنا عرفنا الرم يبقى دلوقتي انا هنشوف السامري بتاعي تعالوا كمان نشوف شوية اوبشنز فالرم فايل 1 وفايل 2 انا قلناها ده سهل لانا بامسح فايل 1 وامسح فايل 2 مينس ار عشان ايه امسح فولدر برضو قلنا الار هنا سمول ار يعني ايه يعني ريكورسيف فبامسح فولدر ده كله مينس اي دي بتاعبتها مفيدة اوي اسمها انتراكتف يعني ايه انتراكتف يعني ايه المسح اصلي ده حاجة خطيرة يعني ممكن ابوض الدنيا فدي معناها ايه اسألني قبل ما تمسح ايه فايل كل ما يجي هولا ايه ايه يبقى ده ايه كل شوية يعد يسأل دي اللي هي مينس اوي عكسها ايه فورس المسح عكسها انه ما بعمل للمسح اللي هي مينس اف يبقى ما تسألنيش تمام يبقى ده ايه امسح الفايل ايه ايه تانية خلي بالنا من حاجتين الحاجة الاولانية هي انها شامسح الحاجة التانية عمرك ما تحاول تمسح حاجة وانت واقف عليها او تحاول تمسح حاجة فوقيك يعني انا واقف كواساب وانت امسح البرام بتاعي انا كده هيتطير كل الدنيا وانا واقف ايه لازم اقف بعيد عشان اعرف ايه امسح الحاجة تمام ده بالنسبة ليه طيب يا جماعة تعالوا نجرب على شاشة الوبونتو تعالوا نجرب شوية شوية حاجات ما اللي احنا عملناها فاول حاجة هنفتح ترمنال هروح للداش اه واختار الترمنال ولما كانتش دي قدامي هكتب له كنت هكتب له فوقي هنا كده في السيرش هقول له ترم اللي هم جات للترمنال هاي اخترتها وفتحتها بعد ما فتحتها كبرها لانا مش عايد حاجة من الحاجة التانية وتعالوا نجرب شوية من الكومانز اللي احنا اتعلمناها النهض اول كوماند تعالوا نشوفها انا فين واقف فين فانا واقف فين باين من البرومت اقول له pwd فده ما انتش شايفين pwd قابلي slash home slash a العربة وهذا الhome director اقول له الاس عشان اعرف انا في عندي ايه الاقي عندي مجموعة من الفولدرز اللي هو ديسكتوب ودوكومنت وداونلوود وميوزيك بيكتشورز ببليك تيمبلت اشان اعرفني انها فولدرز عشان لونها اذرب وعندي اثنين فايل هدا كله لا انا ممكن اقول له الاس مينس ايه ايه ايجب لي ايه ايجب لي الله ده كتر قوي اهمة ليه لان انا عندي فولدرز .mozilla .local .jvfs هنالك فولدرز وفرضه .profile .bashrc وحيات كتيره سواء فيلات او فولدرز هدن لولت له الاس الاس مينس ال جاب لي الليستة برضو ما جابش الهيدن لاني مرتلوش مينس ايه بس جابهم لي ايه جابهم لي ده ما انتوا شايفين جابهم لي بديتيلز او لونج فرمات لو تلو الاس مينس ال جاب يبقى جاب لي كل الفايلات سواء الهيدن او مش الهيدن و باللونج فرمات تمام كده يبقى احنا ده ايه ده الاس طيب تعالوا ان انا نعمل نكريت شوية حاجات وكده فان عشان ما بوصش دانية اول حاجة هميك دايركتري هنا هقول له ايه اسمه مثلا تاست داوقتي لو قلت له الاس هلاقي ان فيه فولدر بقى اسمه ايه تاسته هاو ما قال له cd تاست تمام هروحت للتاست طب انا عايز ارجع برا تاست اقول له اطلع فوق وهو cd كده روحت للبيرانت تاني طيب اعيدا فاقول له تاست cd مش عارف يعملها ليه بيقول انا مش لايه حاجة اسمها مش عارف اعمل كريت اسمه cd ليه عشان ذا ما اتفقنا لازم اقول له مينس بي انما لو قلت له make directory مينس بي تاست على abc slash def فدلوقتي هيدار يبنيه طب انا عادي اشوفه بناء ايه عادر اقول له تري تاست قبل التري لقيت ان انا عندي تاست و abc و def تمام طيب انا عايز اعملي عايز اكابي ال abc ديت فلدرتين اقول له copy مينس or عشان ذا فلدر انا واقف فين انا واقف هو يبقى دوت على test على abc عايز اكابيهم فين عايز اكابيهم بردو هنا اه تمام كده عايز اسميه abc.new تمام اتفقنا انا ممكن اسمي الفولدر او اسمي الفايل احط في و عملت كده اعمل له تري تاني دلوقتي لقيته ايه لقيت زي ما انتم شايفين كده ها عندي فوق abc.new وتحت test.abc.df تمام فده ايه كده الموفينج والدسبليينج و كده تعالوا نعمل ايه تعالوا نمسح نيجي كده جوة test عشان مضوطش الدنيا عندي وبعدين ايه ام اولا نمسح ابc 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 لا تمحل اي أسامة يبقى كده تصل ب 0 كده تصل ب 4 التثلي انا تصل ب 3 تصل ب 3 اذا لقلتدي رم انسح ايضا بس كده لا تص Saint في المحاضرة النهاردة اتعاملنا مع very simple file management commands على linux command line interface اتعاملنا مثل نتعامل مع files copy them move them lead them اتعاملنا مع passes وانواع absolute or relative file names directory names تكلمنا عن permissions نستغل الفرصة ان احنا لسه في الاول ان احنا نجرب command كلها بنفسنا بحيث ان احنا تبقى ماشي في الموضوع ده و نكتب directory structure و نموف directories وبعدين ندليته ده هي الطريقة الوحيدة ان احنا نماثر الموضوع ده قبل ما نخش في الجد في المحاضرات الجاية ان شاء الله ارجو تكون المحاضرة مفيدة ولو في اي اسئلة او تعليقات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة